دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة وما فيش داع للمجاسفة دي دي بتقول كده لانك ما دقيتش طعم الحرمان من الخلفة لكن دقيت طعم الحرمان من حاجات كتير انت ما تحرمتش منها ما فيش امر من الحرمان من الدنة كل الحرمان مر بس لازم نحمد رقنا الرزق واحد وما حدش رزق بيزيد ولا بينقص عن حد ازاي بقى وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها نعم ربنا علينا كتير وكلها ارزاية متقسمة بعجل وحجم بص لنفسك ورجع حزبتك هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل واخد حقي بالكامل ايه لو فرضنا من نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 ارات هتلاقي كل انسان واخد 24 ارات بتوع وكان لي بس واخدهم مشكلين مشكلين ازاي تلاقي اللي واخد 10 ارات مال على سبع صحة زاد زوجة صلحة على اثنين علم واربعة راحت باب يبقوا كامل يبقوا اربعة وعشرين وتلاقي واحد غيره واخدهم 15 بنون واثنين مال واحد صحة ليه ربنا موزعش نعم وكلها عالناس كلهم عشان ميبقاش فيه حد محروب من نعمة بيتمتع بيها حد غيره لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض حكمته كده يا اخي يعني ما ساعاش اسعى فليس للانساني الا ما ساعى لكن اسعى بعد برحمة مش بعضها لحمة غيرك اشتركوا في القناة